اشتركوا في القناة وتصير الحدى اللي بتتمنى حلمك إلك انت هتعيش و الله خلق ليكون نصيبة تنهي طريقة كأنه حبيبة حلمك إلك انت هتعيش و الله خلق ليكون نصيبة كأن طريقة كأنه حبيبة لو لا بتعب ما في نجاح عقد ما بتتعب بكرة بترتاح والدنيارة تفتح بوابة تضحك لا إنك سبرت عشان يلا يلا إني كنت عبك وراء يلا هلأ حلمك بيستنى صار الوقت لا تعيش النجاح اسبرت عشانه حلمك إلك انت هتعيش و الله خلق ليكون نصيبة كأن طريقة كأنه حبيبة حلمك إلك انت هتعيش و الله خلق ليكون نصيبة كأن طريقة كأنه حبيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصدقني رح توصل والدنيا رح تضحك وتصير الحادة اللي بتتمنى ترجمة نانسي قنقر خليه حلمك من قلبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتصير الحادة اللي بتتمنى حلمك إليك أنت تعيش و الله خلق ليكون نصيبة كان طريقة كأنه حبيبة حلمك إليك أنت هتعيش و الله خلق ليكون نصيبة كان طريقة كأنه حبيبة لولا بتعب ما في نجاح عقد ما بتتعب بكرة بترتاح والدنيارة تفتح بوابة تضحك لأنك سبرت عشان يلا يلا قلني كل تعبك وراء يلا هلأ حلمك بيستنى حلمك إليك أنت تعيش و الله خلق ليكون نصيبة كان طريقة كأنه حبيبة حلمك إليك أنت تعيش و الله خلق ليكون نصيبة كان طريقة كأنه حبيبة حلمك إليك أنت تعيش و الله خلق ليكون نصيبة خلي حلمك من قلبك حبه ليحبك وسقيني لا يكبر صدقني رح توص والدنيا رح تضحك و تصير الحدا اللي بتتمنى و تصير الحدا اللي بتتمنى و تصير النجاح بسبرت عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء كل الخير والتوفيق والأمل والهمية العالية همتكم معنا اليوم هنكون إن شاء الله مع بعض مع المراجعة للشهر الثاني مجموعة هائلة جداً بالأسئلة الضائرة من طرف شو رأيكم في بركة المتوكل خلنا الراجح هنشوف أسئلة على نمط أسئلة الثانوية العامة كل هذا اليوم هنراجعوا مع بعض في اللعيف الرائع المهم جداً نتذكر جو أكاديمي ونصف المليون دائماً مجهزين تلك مفاجآت كثير ممتازة ورائعة حتى إن عدك للمرحلة الأكثر اللي هي مفصلية في حياتك إنك تقرر كيف تصل للجامعة للتخصص وده المعدد بتتمنى كل هذا حيكون إن شاء الله اليوم معنا مع الأستاذ يحيي العمري دائما بتمنى لكم كل الخير والتوفيق والتفوق وعملنا في مهارات اللغة العربية ومادة كمان العربي تخصص في الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون لنا بث رائع جداً على بركة الله نبتدئ هذه الحصة وبالآن همتكم أصدقائي الآن جاءت كلمة جاهلية في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مرء فيك جاهلية أنت مرء فيك جاهلية ترى أصدقائي ماذا ستكون الإجابة الصحيحة لنا هل جاءت كلمة جاهلية ها هنا صفة مشبهة هل جاءت مصدراً صناعياً هل جاءت يا ترسماً منسوباً أم جاءت صيغة مبالغة الآن انت بتعرف شغلة كثير خطيرة وكثير مهمة إنه أي صفة مشبهة الأصل أن تكون ماذا الأصل أن تكون أصدقائي فيها الآن دلالة على ثبات في الصفة صيغة المبالغة مش كل كلمة فيها شدة طبعاً يعني التروزن فعال فعالة فيهم شدات ولكن فعول فعول الآن فعيل وفاعل ما فيش فيها شدات بعض الطلاب كل شدة فكر فيها صيغة مبالغة لم يجب هذا القواعد مش عارف أصدقائي ولكن نتأكد هل هذه الياء التي جاءتها هنا هل ترونها جاهلية جاهل جاهلية هل جاءت ياء مشددة زائدة معتا مربوطة إذا كانت كذلك فماذا ستقول للأستاذ يحيى بكل بساطة ستقول له هذا مصدر صناعي ولم يقع نعتن سؤال خطير ومهم جدا للطلاب أصدقائي لعن كيف نعرب كلمة جاهلية حتى لا تكون اسماً منسوباً اسم منسوب للمصدر الصناعي نفس الشرطين ولكن تنتبه جيداً أنها تقع نعتن في الياء المشدد الزائدة أما في المصدر الصناعي فلا يقع نعتن عند ضمير منفصل مبنى محرفة مبتدى مرؤ خبر مبتدى فيك شبه جون محرفة خبر مقدم جاهلية مبتدى مؤخر مرفوة وعلامة رفع تنوين الضم الظهر على آخره ماذا ستستنتج صديقي ستقول لي وتهمس في أذني أنك فهمت أنها ليست نعة فوقعت ماذا وقعت مبتدأ ولياء مشددة والتال مربوطة الثنتين زايدتين في هذا المقام فيجب أن تقول ماذا أنها مصدر صناعي شوفوا مع بعض كلمة مصابيح ممنوعة من الصرف في قولنا ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح لأنها اسم جمع جمع تكسير دال على الكثرة صفة على وزن مفاعل وصيغة مبالغة أو صيغة منتهى الجموع يا أصدقاء انتبه جيدا إلى هذا الجواب وهو مهم جدا صيغة منتهى الجموع يا أصدقاء ما الصحيح في رأيكم ما الدقيق في رأيكم انتبه جيدا ها هنا ولقد زيننا سماء الدنيا على الشاشة بدي أشوف التعليقات تطل الشباب لا مش مهم والله هسا بنشتغل مع بعض بشكل أكثر دقاء معون الله إذن الصحيح جمع تكسير وحده لا يكفي لأنه جمع التكسير إلى تسعة وثلاثين صيغة في منه قلة في منه كثرة في منه منتهى الجموع بدي أنا منتهى الجموع أصدقائي فحدد أكثر وكون أكثر الآن تفصيل عد الحروف أولا رقم الثاني انتبه جيدا إنه في حرف معين بيكون في الوسط ما مواصفات هذا الأمر ما الوزن له يجب أن تعرف يا صديقي آه شو الصح بنتظر الجواب الدقيق لكم يا أصدقائنا الأعزاء ماذا برأيكم منعت كلمة مصابيح من الصرف في قوله تعالى ونقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح لأنها اسم جمع ولا جمع تكسير دال على الكثرة ولا صفة على وزن مفاعل وصيغات منتهى الجموع الصحيح أنها صيغة منتهى الجموع وماذا تشترك بها انظر صديقي كم حرف كلمة مصابيح واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة والحرف الثالث ألف والأشهر وزن أوزانه مفاعل مفاعل فوائل فوائل أفاعل أفاعل تفاعل تفاعل فعال فعالي فعال فعالي 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 أسئلتنا أعتاد السائحون من كل بقاء العالم أن يقوموا بزيارة البتراء ترى يا صديقي هل المصدر المؤول الذي تحته خط في محل كلمة أن يقومها هنا برأيك ماذا ستكون هل هي محل رفع ناعت هل هي محل نصب ناعت هل نصب مفعول به أم رفع فاعل لازم الطالب يركز كويس أصدقائي حتى يتقن جودة الآن طيب هل هذه جملة فعلية أم ترى جملة اسمية الطلاب العشات لازم يكونوا هيك مجهزين حالهم وفهمين خطورة ماذا يكتبون يا أصدقائي يلا نشوف مع بعض الآن هل هذه جملة فعلية وأحمد الطلاب لازم هيك يحكي للأستاذ وقول له أه والله هاي جوني فعلي اعتاده شو لازم الطالب يبحث عن فعل يبحث شو كمان عن فاعل شو ضل علينا المفعول به وين العناصر هاي اعتاده فعل ماضي مبنع الفتيح السايحون فاعل مرفوع شو علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم من حرف جر كل اسم مجهور دائما بعد كل بيجي مضافي ليه وبيطمع أنك يرأو العالم معرفة أيضا مضافي ليه فبالتالي ماذا ستقول لي أنه من الآن حفجر اسم مجهور مضافي ليه مضافي ليه أين المفعول به طيب لو حدثنا مكان كلمة أن يقوموا وكتبنا مكانها كلمة قيام لو كتبنا كلمة قيام إذا اعتاد السايحون من كل بقاء العالم القيام بزيارة البتراء ترى ماذا سيكون الجواب بالتأكيد ستقول أنها في محل نصب مفعول به هذا هو الجواب الصحيح تنتبه جيدا أنه عناصر الجملة تكتمر من فعل ابتداءا ثم بفاعل ثم بمفعول به وليس التوالي والترتيب مشروطين في هذا المقام فانتبه يا صديقي إذا هذا قضية جد مهمة ويجب أن ينتبه إليها الطلاب دعونا انتوا يفضع دائرة رأى العالم المحتلة الإسرائيلية يسعى إلى محو الذاكرة الفلسطينية نوع المشتق كلمة المحتلة هنا ايش برأيكم هل هي اسم مفعول هل هي اسم فاعل هل هي اسم زمان هل هي اسم مكان بعض الطلاب بالداخل معاه شو بيحكي لي ولل يوساد لو سمحت فيه على على شو عندك سؤال اتفضل انا جاهز على بركة الله اي سؤال استاذ يحيج جاهز ويتأكد من جودة ما ستسأل عنه يلا رأى العالم المحتل المحتل راحت معي كلمة المحتل ها هنا هل قام بالاحتلال ولا وقع عليه الاحتلال ولا دك تعرف لي يا رأى فعل رأى فعل وتقول لي العالم فاعل وراح تقول لي هو مفعول به طبعا الطالب اللي يشتغل هذا الامر الصفر بانتظاره ليش؟ لانه هاي المصادة المشتقات لا تسأل عن الاعراب انما تسأل اسم الفاعل اسم المفعول سيكت المبرغ السفا مشبه اسم مكان اسم زمان اسم الاسم التفضيل والمصدر صريح مصدر المرة مصدر هاي مصدر ميمة مصدر صناعي وهذه النقاط لا تسأل عن الاعراب انما تسأل من قام بالحدث وقع عليه الحدث مكان الحدث اداة الحدث تفاضل في من قام بالحدث والحدث نفسه الان مرات الحدث هيئات الحدث تنتبه ان المصادر المشتقات لها معاني في داخل النص فالمحتل الاسرائيلي هل احتل فلسطين ام فلسطين هي التي احتلته اذا احتل فلسطين ماذا سيكون الجواب برأيك؟ سيكون اسم فاعلية سلام عليك محمد غانم دائما جاهز لاجابات الدقيقة رائع يا صديقي ما شاء الله عليك وحش ممتاز لان اسم فاعل اجابة صحيحة محمد غانم خبر باقي الشباب انه الان يلا همتكم معانا على الشات لانه صار فيه نوع من المغالطة في موعد البث وتأخر البث اكثر من ثلث ساعة عذرا يعني لبعض الامور الضرورية جدا اللي لازم يتم خلال البث تم التأخير قليلا المصدر الصناعي كل اسم كنت بنتهي بيا مشددة زائدة 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 مربوطة ولا يقع نعتا اذا وقع نعتا بتحول اسم بنسوب هذا الشروط وتعد نزعة الانصرية سببا في ادارة حقوق الإنسان وسحق قرامته ومصادرة حريته وإساءة معاملته فهل العنصرية أم مصادرة أم إساءة أم حرية طبعا الطالب اللي قلنا لك عطيناك نفتاح الحل ومصادرة وإساءة أكيد غلط يا الجواب ألف يا حكون دال مين برأيكم الجواب الصحيح للمصدر الصناعي هاي مادة شباب الأول ثانوي الفصل الثاني الشهر الثاني فالطلاب الماخدين هادا المادة مش زي الطلاب اللي بوخدوا مثلا مادة الثانوية العامة وهم بالأول ثانوي فهون حيصير عندك شيء من التباين ولكن بشكل سريع الأستاذ حاول يوضح لك هاي صبح السلام الرائع بقول لك كلمة حرية لأنه مصادرة الحرية طب إيش برأيك يا صديقنا صبحي إيش إعراب كلمة حرية إيش إعراب كلمة حرية ها هنا عشان نتأكد إذا كان نعتا فليكون يكنس منسوب شوه هون كاتبين لا يقاع نعتا needed فبياش بيكون إعراب إذا مش نعت فأنت رائع جدا ها شو الإعراب يا شباب آه مين هيكتب معنا يلا شوف أحمد غانم الشباب الأدبي والأشباب العلمي يلا صبح السلام وجماعة شو بديك تكتبنا يا الله فرجينا ها شو عراب كلمة حرية ها هنا يلا خمسة أربعة ثلاث مين واحد الصحيح فقط ولا شيء غيره هو أن عرابها مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور طيب النزعاء العنصرية مؤنث مؤنث مفرد مفرد الآن معرفة معرفة وهنا الفاعل مرفوع وهذا شو بدي يكون نعت مرفوع ولأنه نعت يا صديقي فهذا اسم منسوب وليس مصدرا صناعيا شفت كيف الطالب بس يكون على حذر في تعاملهم مع المصدر الصناعي قلينا نشوف هنا سؤال آخر أحبائي بعد ما شفنا أنه كلمة حرية هو الصحيح نشوف هنا كمان سؤال آخر يلا نشوف مع بعض كلمة المختار في جملة هذا طلاب التوجيه طلاب هو الفنوين ما بيعرفهم عندك كل مشكلة بقى تركز كويسة سواء نصح المختار أهل القرية بالشورى فهل هو اسم مفعول بسم فاعل اسم زمان اسم مكان اشي ضروري جدا يا صديقي تكون مركز بدقة متناهية نصح المختار أهل القرية بالشورى يلا نشوف مع بعض آه يلا يلا عكايرة اسم فاعل لا اسم مفعول يلا شوف اسم زمان لا اسم مكان صاحبنا محمد غانم بكتب اسم مفعول وصبحي وصبحي السنايمة عم بكتب لي اسم فاعل على مين نرد شباب اسم فاعل اسم مفعول محمد غانم مصر على انه اسم مفعول صبحي مصر على انه اسم فاعل ولا لا احكي الصراحة يلا شوف واغق من اجابتك السابقة ولا نغير ونمشي مع محمد غانم ولا محمد غانم غلط وصبحي صح يلا شباب نعدها ايه خمسة اربع ثلاث اين واحد ايوه شو الجواب بالضرورة حيكون اسم مفعول واحد الطلاب قال يا أستاذ نصح فعل والمختار فاعل يا صديقي انا لا اسألك عن الاعراب هذا مصادر مشتقات لا علاقة لها بالاعراب هل اختار نفسه ام اهل قريته هم الذين اختاروه ستقول والله اهل القري هم الذين اختاروه اذا هي اسم مفعول حتى لو كان اعراب فاعل لان جاء طالب العلم شو رأى طالب فاعل طيب رأى المعلم طالب العلم المعلم فاعل وهون طالب اعراب اعراب ومفعول طيب شو وزن طالب فاعل طيب كيف اعراب ومفعول به ووزنه فاعل هذا هو باللغة العربية انت اذا بتسأل عن الوزن فهو بالصرف واذا بتسأل الاعراب هو بالنحو الناس بتميز بين النحو الصرف صديقي وللأ امور ما بتمشي بشكل دقيق يلا نشوف كمان سؤال اخر احباء الطلاب بنجهز لكم استاذ يحيى مجموعة من اسئلة الدقيقة وانا اول واحد ابراهيم العكايل هاها وهي بلش الشباب يدخون طيب تعلمت في مدارس كثيرة تعلمت في مدارس كثيرة مدارس كثيرة مدارس كثيرة في مدارس كثيرة تعلمت في مدارس كثيرة بدك تركز على الحركات الموجودة هنا واحدة تلو الأخرى نعيد مرة ثانية عشان تكون امورنا اكثر دقة يلا هون تنوين فتح مع فتحة فتحة مع تنوين كسر تنوين كسر مع تنوين فتح تنوين كسر مع تنوين كسر فايش الصحيح الف با جيم دال مصعب الوحش بقول لك الف ابراهيم عكايني بقول لك با وفي صبح السلامة كمان بقول لك با طيب سؤال سمعني كل واحد فيكم ليش با 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 الشباب الثلاثة متأكدين انه جواب ما صحيح طيب انا ها مقتنع معاك والاستاذ اصلا قبل ما يبدأ كبس كبس طلع معنا الجواب بدك تحكيني ليش مدارسة عليها فتحة وليش كثيرة عليها سنوين كسر يلا مع انه قبلها حرف جر ليش الفتحة هون يا شباب ليش ما السبب انه في فتحة ها هنا شو جوابك هيكون ها ها صديقي ما السبب المباشر انه في هون في مدارس فتحة رغم انه قبلها حرف جر فما الجواب خمسة اربعة ثلاث مين واحد شو جوابك صديقي ستقول للأستاذ بكل بساطة لانه ممنوع مصطرف وحش وانت وحش ممتاز رايح جدا الان اه واحد من الطلاب دي يسألني سؤال وهو اهم انه شو سبب منع من الصرف محمد الان ابو عقيل بدك تركز انه الجواب الصحيح هو باب وليس دال ولكن سؤال ما السبب في منحة من الصرف وانه سؤال اخطير وسؤال مهم وسؤال ضروري ففي 13 حالة من حالات الممنوعة من الصرف مين منهم هذي مدارس اللي سبب منحة من الصرف يلا احكي للأستاذ بصوت هيك في نوع منها منتهى الجموع يا طلعة النابلسي رائع ما شاء الله ممتاز اذا هاي اسمها الصيغة منتهى الجموع التي لها شرطان اول شرط رائع يا طلعة اول شرط كان انه ثلاث الحرف الثالث هو ألف وأربع حروف لا يجب ان يزيد عنها يعني يا خمس حروف يا ست حروف اذا شو الشرطين خمسة او ست حروف والحرف الثالث هو حرف ألف فمدارس كم حرف واحد اثنين ثلاث اربع خمسة والحرف الثالث هي مدارس هو ألف اذا صيغة منتهى الجموع ليست مضافة ليست معرفة بأل فتجر بفتحة حوضا عن كسرة اذا شو الشروط ممنوع الصرف لا يضاف ولا يعرف بأل لا يضاف ولا يعرف بأل شباب التركيز ضروري جدا قواعدنا في منتهى الروعة والجمال يلا نشوف انها كمان سؤال آخر اوه هاي السؤال العرابي قال المثبتون ام يكن في المستطاع ان نواصل لضعف الدعم ذو المثبتون دايما بينكسوك وبقول لك انت ما عندك امكانيات فمين من الشباب قادر الآن يحكيني المحل العرابي للمصدر المؤول ان نواصل ولتسهيل نكتب شو المصدر الصريح من ان نواصل شباب شو المصدر الصريح من ان نواصل ايوة 5 4 3 2 1 هاي مصعب عم بيجاوبني بيقول لي اللي رفع اسم يكن والله انك يا مصعب وحش اعلن عقد حالك واسمك ومه له نصيب مصعب بصعوبة الطلاب بقدر ينافسوك ووحش اذا انك زلم يوقف قدامه رايا وحش ولكن سؤال خطير ما المصدر الصريح حتى نسهل حالة الاعراب اسم يكن ولا اسم يكن بنون يا صديق من صبحي والمصدر الصريح لانه واصل دير بالك حرف المضارع مضموم يجب ان يكون الفعل رباعيا فمن الفعل الماضي لكلمة مواصل ايوة ستقول له الاسد يحيا واصله طب هاي واصل ما مصدرها الصريح لها مصدران امين يذكرني بالمصدران هذا الفعل الوحيد اللي هو مصدرين باللغة العربية ما هو ما هي استاذنا الرائع الان والله يا عكاين انك رائع بس يلا بس شد حرك في الشات علينا هاي محمد غانم قال لي اه استاذ مواصلة هي صحيح ممتاز يا غانم مواصلة اول واحد او الثاني شو المصدر الصريح الثاني اي مواصلة مصارعة مراهنة مؤاخا شو المصدر الصريح الثاني ايوة ينجي بالنياء ووصال ومواصلة محمد غانم يعني اليوم عن جد مش طبيعي وضعك ما شاء الله ليك وصال الوصال ومواصلة نضحها هون لم يكن في المواصلة مستطاع مواصلة المواصلة فلاحظ معاي هون المواصلة اول ما شوف يكون مباشرة ببحث عن اسم مرفوع وخبر منصوب هس هل يجوز شبه الجملة في حرف جر والمستطاع اسم مجرور ان يكون يا صديقي الان في هذا الباب يكون اسم لكان ممنوع في اللغة العربية يجب ان يكون اسم كان كلمة واحدة او ما يؤول بكلمة واحدة فهون شبه الجملة في محل نصب خبر يكون وماذا سيكون كما قال زميلكم باول شات قال محل رفع اسم يكون هذا اعراب المصدر مؤول اصدقائي رائعين ممتزين مركزين لنشوف ان السؤال اخر من عيار ثقيل اعراب المصدر المؤول الوارد في البيت الاتي هذا الطالب اللي بيجيبه بدقة وبسرعة يكون من جماعة العلامة الجليل يلا اشوف ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا ما من صداقته بدو فهل يرفع خبر هل يرفع فاعل هل هو الجر مضاف لي هل هو رفع مبتدأ مؤخر جوابك تركيزك دكترين من الباب الى المحراب من الالف الى الياء حتى تستطيع الاجابة فابراهيم العكايل الرائع من اولها وصبحي ومحمد غانم اللي كتب دال اول واحد محمد غانم وحش مبتدأ مؤخر والعكايل اللي كتب دال ومحمد غانم مصر على دال والجواب مي بالمية كمان دال طب وين المبتدأ اه اعفوا ان هو انا الرؤية هذا هو ايش المبتدأ طب اين الخبر سؤال اين خبر هذا المبتدأ زان هذه الجملة اسمية لا يعني في اول جزء لا يوجد به اي فعل فبالضرورة ان امام جملة اسمية جاوبني صبحي بالاول وحش يا صبحي يلا نشوف مين منكم قادر يعملنا مين من هدولة اللي كان الخبر المقدم يلا يا اول واحد هسا هيا انا متابع الشات على سريع يلا خمسة من نكد ابراهيم العكايل الاول رائع يا ابراهيم فعلا الآن شبه الجملة من الجار المجرور في محل رفع خبر مقدم طبعا النكد نكرة والدنيا يا ايش معرفة طيب شو جمع كلمة الدنيا يا اصدقائي مين اسرع واحد يلا على الشات هذا ايجا سؤال وزاري من ما يقارب يعني تسعتاشر سنة من الآن الطالب الرائع الممتاز المميز ما جمع كلمة الدنيا سؤال وزاري من حوالي تسعتاشر سنة يلا يلا شوف الشباب اللي معنا مين قادر يركز ويضبط هذا الجمع لهذه الكلمة يلا خمسة ارمى ثلاث وين الشباب مين وين شباب سؤال وزاري هذا كان يسموه مهارات عقلية عليا يعني الابطال بالممتاز المميز وللتسهيل المفرد المذكر له ادنى او مصعب الوحش الرائع وحط لك ضم كمان دنا ما شاء الله عليك عز مكان في الدنا سج سابح وخير جليس في الزمان كتاب فجمحها دنا وصله عليها بالوزارة لو كتب الطالب دنا بهذه الصورة او بهذه الصورة كلتهما صحيح شو السبب لانه على وزن فعل والاولى ان تمشي مع القواعد في الكتابة الالف القائمة لانه ثلاثي منقلب عنه واو يا اصدقائي شباب ممتازين معنا امورهم تمام يا الله خلينا نشوف انا كمان السؤال العاشر تعرب كلمة طلبا في جملة يسافر الشباب لماذا خارج البردان العربية طلبا للرزق فهل هو مفهول لاجله هل هو حال مفهول به نائب عن المفهول المطلق الطالب الممتاز الطالب الرائع الطالب اللي بيركز الطالب يسأل سؤال دقيق ويتأكد من تمام عناصر الجملة ثم يبدأ بالاعراب فيا ترى كيف سيكون اعرابك يا صديقي خمسة اربعة ثلاث اي محمد غانب ولاك الاف اي حدا من الشباب عنده جواب اخر ولا موافقين مع محمد غانب اول واحد الرائع الممتاز هل الامور اي ابراهيم العكاينة وافقوا اي ابراهيم العكاينة كمان مرة جواب قال له كمان مرة الاف يعني موافق مين من مين فيه شباب ثانين عنده جواب اخر يعني مثلا يسافر فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة والشباب فعل مرفوع على مترفع الضمة لماذا يسافر الشباب وهذا فعل نازم وليس متعدد نستوى بحاجة الى مفعول به فالبكتب مفعول به بكونش مركز والان كلمة طلبا الاصر تكون اصدقائي الان ما نقدر اسأل كيفا لانه هذا طلبا ليس حالا ولا بأي شكل من اشكال طيب نائب مفعول مطلق ومفعول اجل والصحيح فقط مفعول لاجله لانك سألت لماذا مصعب الوحش ليس صحيحا ندير بالك الأستاذ من خلال نقاش يجر لسانك لا جواب لست مركز بي مصعب جواباتك الصابق قالك كانت رائعة جدا يا وحش مذحناك كثيرا تركيزك يزكون اعلمنيك يا صديقين طيب هذا الجزء الاول اللي الطلاب شاركوا فيه كان شؤال القواعد نذكر التحرير اذا بالضبط شو يعني الضبط شباب يعني الضبط الضبط الصرفي يلا خلينا نكون اكثر دقة ما المقصود بالضبط الصرفي ما المقصود بالضبط الصرفي آه شو حتجاوب يا استاذ يحياء هايوة اصدقائي شو الجواب الدقيق شو الجواب الصحيح شو الجواب المهم بالتأكيد ستقول للأستاذ الضبط والتشكيل كل الحركات مع عدل اخير ممتاز طيب اذا طلق منك ضبط الحرف الاخير شو سؤالي بيكون لك بس الحرف الاخير لحاله هاي محمد غانب وضع الحركات على كل الحروف الى الحرف الاخير طب لو سألتك عن الحرف الاخير شو بيكون جوابك بالضبط آه شو جوابك بالضبط يا صديقي آه الضبط النحوية سلام عليكم مصعب الوحش جاء بنا يا مرة ثانية كثير ممتاز اذا الضبط النحوي وهاي محمد ابو عقيل جاء بنا كمان النحوي صبح السلامة هاي كمان الضبط الاعرابي الضبط النحوي كلاهما صحيح طيب الآن كلمة الدلالة اللغوية هل دلالة المعجم ولا دلالة اسياق ايش رأيك الدلالة اللغوية هل هي معجمية ام اها اه يا عقل اه هس هكتبت انت مكتوب عندنا بالاسم بالانجليزي ابو عقيل اوكي عقل ايو الدلالة اللغوية هل هي الدلالة المعجمية اما الدلالة ليش السياقية المعجمية ابراهيم العكيري اول واحد جواب هذا صحيح ممتاز دلالة المعنوية دلالة السياقية طيب في دلالة ايحائية شو المقصود بالدلالة ايحائية يلا شوف مين من طلاب ترى هدول الاشي كتير بهمك بالتوجيه يا صديقي شو دلالة ايحائية اه يعني انت اسد في المعركة شو وناسد شو الدلالة ايحائية هون يلا مين يجي بنا اياها هذا سؤال ترى مهم سؤال دقيق سؤال خطير كمان ها دلالة ايحائية شباب الدلالة اه ما دلالة كثير الرماد واي طرى من الستة الثانوية العامة ايوة موجودة في قصة مريم من سورة علي عمران اه مين من الشباب يجي بنا اياها صح شو دلالة كثير الرماد الكناية مم خمسة اربع ثلاث مين اصلا واحد واحد مين حيكون ما دلالة كثير الرماد كريم يا سلام عليك يا عقل بدعت هذا صحيح طيب الان السلوب اللغوي اعطوني امثل من السلوب اللغوي يا شباب امثلة من السلوب اللغوي مين يجي بنا اياها اه مين يجي مين يزبط شو عن السلوب لغوي دول كلها سيني مهمة جدا يسأل عنها طالب الثانوية العامة واذا انك اول ثانوي لازم تتأسس صح عليهم استاذ بدي يساعدك اكثر حتى نصل مع بعض لشيء دقيق ومناسب لك يا ابني يلا ايش برأيك الاسلوب اللغوي مثل اسلوب الشرط الاستفهام النداء التعجب هذا كل ياته من الاساليب والحصر الآن المدح الذنب هذا كل ياته ممتاز الشباب رائعين جدا طيب الان نأخذ المفرد والجمع للكيمات الجديدة الغريبة يعني زي قبل شيء شفنا كلمة الدنيا جطرع من وراها ايه الآن جمع كلمة دنيا ربوة شو جمعها يا جباب ربوة ها اسرع واحد ربوة خمسة اربع ثلاث نين واحد شو جوابك ربوة جمعها ها هاي وشباب را با هاي ممتاز اول واحد جابنا اياها عكايلة وكتبها بألف قائمة دلال انه راها طيب شو جمع رابيها يا عكايلة اذا جبت انت ربوة ربا سواء بألف قائمة او ألف مقصورة كلاهما صحيح وهاي مصعب الوحش شكلنا راعي صحيب نسيم الريح برضو كتبتنا ربا ما جمع كلمة رابية رابية يا اصدقائي ها فما تجمع برأيك ها هاي مصعب الوحش من اولها كتب لها روابي طيب لانه يسم منقوص ياب تكتب هيك الروابي بنياء او رواب بهذه الصورة فانتبه جيدا الروابي او رواب ممتاز اذا الناس بتركز على المفرد للجمع الجذر ما المقصود بالجذر ها شباب ما المقصود بالجذر ما المقصود بالجذر اسرع واحد يالا شوف هم ما المقصود بالجذر المادة اللغوية الاصل الثلاثي كلها صياغات والصحيح الثنث حروف الاصلي طيب تحليل شايفين هاي هون ما المادة اللغوية لكلمة تحليل بدك تحكي ها شباب كتبوني اصل الكلمة والمادة اللغوية فما المادة اللغوية كلمة تحليل ما لا ستكتب لي يلا اسرع من هيك شباب بدي تفاعل اكثر اكثر دقة اذا حلل او حل كلاه ما صحيح لو كتبت حل علامة كاملة لو كتبت حل علامة كاملة ولو كتبت لام لو كتبت حل لا حلي لا حل اي تشكيل ولا ينظر للتشكيل في الجذر هكذا صحيح الوزارة فانتبه جيدا ادبي طبعا الجذر اديبا وهو سهل جدا شوف كمان واحدة اصدقائي الا الفكرة الرئيسية الخط الرئيسي وليس شرحا اغلب الطلاب بشرح المعنى البلاغي للاستفهام المعنى البلاغي للندان المعنى البلاغي للامر المعنى البلاغي للنهي اه في معنى البلاغي الفائدة البلاغية التي خرجة للإستفهام ما المقصود بهذا السؤال اه يا شباب اه يا صبايا ما المقصود بالمعنى البلاغي امر ضروري وانا مناقشكم والله بهذا الصيغد امر ضروري جدا طالبي بدي يدرس مادة المهارات وما بيناقش الضبط المعاني حل الأسر جو النص الكنائر اسلوب اللوة المفرد الجذر افكار المعنى البلاغي ولسه امامنا كمان مجموعة اخرى سنذكرها بعد قليل لازم تركي الصديقي ايوه فما المقصود بالمعنى البلاغي او شو جواب بالمعنى البلاغي اليس الله بيحكم الحاكمين فما الجواب برأيك اه ما المعنى البلاغي لهذا الاستفهام الوضع طبيعي بالمعنى البلاغي انه ما يكون المعنى الحقيقي للاستفهام ايش يعني معنى حقيقي يعني ما اسمك اين تسكن كم عمرك اه كيف تصل الى مدرستك هذا كل ياته اصدقائي بيكون سؤال مباشر وله جواب واضح ولكن اليس الله باحكم الحاكمين ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية ان لا يكون لي فهناك استبعاد في التعجب في التمني في اه النفي في التقرير اليس الله باحكم الحاكمين افادى التقرير او شدة التوكيد يا اصدقائي فانتبه المعنى البلاغي للاستفهام امر ضروري طيب ما معنى محسن بديعي اعطوني امثلة على المحسن البديعي يلا يا شباب الان اعطوني امثلة على المحسن البديعي يلا يا شباب يلا يا صبايا عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة اربعة ثلاث اثنين واحد جوابك طباق رائع جدا كلمة عكس باب اعطوني محسن ثاني غير الطباق اللي ذكره مصاب السجاع تشابه اخر حفظ زي الرحمن علم القرآن خلق الانسان المقابلة رائع جدا يا عقل جملة عكس جملة الجناس الناقص زي دعوه لا تردعوه والان الجناس والسجاع طيب رأى شاهد نظرة شو المحسن اللي بينهم اصدقائي عشان نذكر خمس محسنة الاساسي لك في الثانوية العامة سواء علمي وادبي اه شباب رأى شاهد نظرة شو المحسن ايوة محمد الطلاب لا ليس طباقا رأى شاهد ترادف يا سلام عليك يا عقل الاحسنت محمد عقل جاء بنا اياها صحيح اذا هذه محسنات تذكرها جيدا الصور الفنية اصدقائي مرضو من اشياء ضرورية الصورة البلاغية الصورة الجمالية الصورة البيانية التشبيه الصورة الفنية شبه كذا بكذا ما синضروري جدا ما المقصود بالغرض الشعري يا ابنائي يلا عشرة تسعة ثمانية طبعا الطالب يكتب المناسبة ياخد صفرة من الامتداء على الغرض الشعي يكون كلمة واحدة يصدقائي وليس شرح كلمة واحدة فعطوني امثل من الغرض الشعري ايوة عشرة تسعة أمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان أها هاي في طالب مصعب قد كتب لي المدح مش الذنب الهجاء اسمه هذا بلغة الغرض الشعري المدح غرض شعري لحال أو الهجاء غرض شعري ممتازة مصاب أعطوني أغراض شعرية أخرى يا شباب يلا الفقر يكون بنفسه بالقبيلة أما المدح يكون للآخرين ممتاز إذن الآن الحنين ممتاز عقل وهو يكون مثلا نحن لفلسطين والمسجد الأقصى الرثاء ممتاز عكايل ويكون للموتى ذكر محاسن الموتى عكايل كتبنا الهجاء والسب الشتيمة في الشعر ممتاز وذكر مساوئ شو فيه كمان خلاصة التجربة إيجابية في الحياة آه عقل بقول لك الغزل إحنا برمضان يا صديقنا آه أوكي إذن الغزل برضو سواء الغزل الصريح أو الغزل العفيف اللي هو الغزل العذري هدولك كمان من الآن الأغراض الشعرية طب خلاصة تجربة إيجابية في الحياة خلاصة خلاصة هيك الجملة صغيرة وبدون على تجربة إيجابية في الحياة شو الغرض الشعرية هون بيكون يا أصدقائي آه خمسة أربعة ثلاثة مان واحد شو جوابك آه بلاش بحرف الحاء الجواب وقوف على الأطلال هذا يسمه يا نسيم الربيع اسمه هذا مقدم الطللي وليس غرضا شعريا وهي بقول لك آه الله يهديك يا العكاية بقول لك يا عقل انتبه جيدا الاعتزاز يا صديقي هذا عبارة عن عاطفة وليست غرضا شعريا فكذا مصعب الله يهديك خلاصة تجربة إيجابية في الحياة زي مثلا آه لو قلنا عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة شو هذا حكمة يا صديقي الحكمة هو غرض شعري وهونور طبعا هناك غرض شعري تاخده في التوجيه اسمه العتاب في قصيدة اسمه وحر قلباه ويكونه بين الأصدقاء طيب العاطفة الحركة القلبية الشعورية زي الاعتزاز ديكبار الافتخار أو زي الحزن الحسرة اللوعة أو الأمل والتفاؤل الآن الانتماء الولاء هذا حلع حسب الموجود طيب آخر شي بروناونز الفيرس تو الضمير من يعود أو الاسم المشار إليه هذا من النقاط المهمة التي يسأل عنها الطالب فلازم تنتبه جيدا صديقي أنه كم عنا شوف عنا أنه الضبط واحد والمعاني اثنين وحل الأسئلة ثلاث أربعة جو النص خمسة كناية ستة الاسلوب اللغوي السبعة المفرد والجمع همانية الجذر أو الأصل الثلاثي تسعة الفكرة الرئيسية عشرة المعنى البلاغي إحداش اللي هو المحسن مديعي اثناش صور فنية ثلاثتاش هذا مهم جدا غرض الشعري أربعة عش اللي هو العاطفة وخمستاش خذوا لها خمستاشر خطوة لو كل الطالب درسه صح يكون أموره مئة بالمئة تبقين شباب هذا مهم جدا لكم حتى تتقنوا وتضبطوا الإقاع بها تبعا في البركة الحسناء يا مرأة البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذ ذاحت مغانيها مغانيها انتبه جيدا أصدقائي أن الطلاب اللي بيأخذوا مادة التوجيه هم بالأول ثنوي الآن هذا حيكون غريب لهم وبعض هم يقول أستاذ الله هذا جديد علينا أما الطلاب البغض الأول ثنوي كامل فبيشوف هذه القصيدة من القصائد الدقيقة جدا للشاعر البحتري بحسبها أنها من فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها ما بالو دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها أما رأت كارئة الإسلام يكلؤها من أن تعاب وبان المجد يبنيها تنحط فيها وفود الماء معجلة كالخير خارجة من حبل مجريها كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها فرونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيها أسئلة ما مناسبة ما الدلالة اللغوية إن حكيناها ما المعنى الذي خرج عليه الاستفهام وضح المقصود بدلالة أشر إلى الأبيات التي تدل على كل مما يأتي تساع البركة ووضح الصور البيانية اللي في البيت السادس على ما يدل تفضيل الشاعر البركة على البحر عين الغرض الشاعر البارد في الأبيات السابقة أظهرت قصيدة البحتري معالم التقدم الحضاري يوضح ذلك برز محسن في البيت الأخير وضحه مع برز خصائص شعر البحتري ولاقة شعر البحتري اجتماما كبيرا قديم المشهر شرح لديوان بحتري ومن صاحبه تهي الأسئلة 11-12 سؤال بس على هاي الأبيات الصغيرة شو رايك إن جاوبهم واحد ورد ثاني حتى نتخن هذه المراجعة السريعة يانا وعن شبابي اللي ممرش عليهم هذا القصيدة الآن هيبدأوا به ما مناسبة القصيدة التي حركت قريحة الشاعر يعني الرغبة في قول الشاعر هاي حلوة القريحة بعض الطلاب اسمحها بقول لك ونظمها أي قول القصيدة إذن أكيد الطالب الرائع سيكون نظم البحتري هذه القصيدة في مدح الخليفة العباسي متوكل إذن الغرض الشعري سيكون ابتداء المدح ثم وصف البركة الواقعة في شرق مدينة سامراء فهذا هو الأساس في الجواب يا أحباب الآن ننتقل للسؤال الثاني وضح الدلالة اللغوية الآنسات آه من هي الآنسات آه خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد النساء التي يؤنس بحديثهن والمقصود بهن جواري المتوكل يعني مجموعة هائلة من الخدم في ذاك القصر حوالين البركة السبائك مفردها سبيكة وهي كتلة من الفضة المذابة المصبوبة طيب السؤال التالي ما المعنى الذي خرجه لا استفهام يلا شوف طلاب الآن والله عن طلاب قال لي نهاية قبل ما انطعت تسأل جاوبت يا أستاذ وهو التعجب في البيت الثالث ما بال دجلتك الغيرة تنافسها هذا هو البيت الثالث فأياش أفاد التعجب يعني من كثر ما هذه البركة متسعة أصبحت الآن نهر دجلة يغار منها ما المقصود بالبحر ثانيها آه ما المقصود بهذا العبارة يعني البركة أولا والبحر ثانيا شو يعني ما المعنى الذي أراده هذا الكاتب ها هنا ستقول بالضرورة يا صديقي الاتساع العطاء ودائما البحر يدل على الكرب والجود والعطاء والاتساع وكذلك هذه البركة أشياء الأبيات التي تدل على اتساع البركة وصفاء البركة من هذه الأبيات الطالب البقرة بده يعرف أنه من كثر ما هي متسعة البيت الذي يدل على اتساع ما هو يا صديقي بحسبها أنها من فضل رتبتها تعد واحدة والبحر الثانية فهذا شدة الاتساع هي كأنها أكبر من البحر وصفاء البركة كأنما الفضة البيضاء والفضة دائما اللامع يدل على الصفاء وعلى الجمال في اللمعان وضح الصورة البيانية في البيت السادس كأنما الفضة البيضاء سائلة وفيها من السبائك تجري في مجاريها فهناك تشبيهان التشبيه الأساسي فيها شبه المياه في المجاري بسبائك الفضة على ما يدل تفضيل الشعر البركة على البحر ونهر الدجلة ستقول الغرض منها مدى جمال البركة وفخامة فضلها الآن الجزء التالي عين الغرض الشعري البارز قبل شيء لما حنوا الأستاذ ماذا كتب قال بكل بساطة أيوة شو الجواب أصدقائي مين يجاوبني على هذا السؤال شو الغرض الشعري البارز قبل شيء لما احنا عنه حكينا واحد من اثنين ما هما استقول بالضرورة الوصف والمدح صحيح الآن أظهر قصيدة البحتر معالم التقدم من حضار العمراني بركة المتوكل تدل على مدى التقدم وهذا يدل على الإبداع الحضاري يا صديقي فعال التالي برز محسن بديعي في الأبيات الأخيرة وهو المقابلة بينها المقابلة رونق الشمس يضاحكها لاحظ رونق يضاحك ريق يباكي ها بدك تنتبه جيدا الى هذا الجزء إذن مقابلة رونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث لاحظ الشمس ووجود المطر ويضاحك ويباكي هذا هو يا صديقي الجواب ما أبرز خصائص شعر صديقنا البحتري أنا عم بجاوب سريعا الشباب بتشات أنا عارف أنه هقول للأستاذ أنت ما تفعلت معنا لأنه الشباب صايمين ننشد في الأخير لكثرة الفوائد الموجودة في الأسئلة تتابع أجزاء الصورة قوة المعنى ريقة التشبيه وأحكام النظم ودقة في التعبير هذا موجود فيه جو النص من خصائص شعر صديقنا البحتري السؤال التالي لاقى شعر البحتري اهتماما قديما وحديثا مع أشهر ديوان شرح أبو العلاء وسماه عبث الوليد لأنه اسمه إلى البحتري الأصلي هو الوليد كينا أصدقائي هكذا نكون وصلنا قد إلى نهاية هذا البث أتمنى لكم من قلبي كل الخير والتوفيق والتفوق صديق العملي دائما الآن مع الطلاب الرائعين لتحسيسهم نحو الثانوية العامة والهدف الأول والأخير وصولك للعلامة الكاملة الآن أتمنى لكم صيما مقبولا أفطارا هنيئا ودعواتكم وأنا بالنسبة بدعي لكم بالتوفيق والتفوق خلال هذا العام والعام القادم بعون الله كل ما تصبون إليه نسأل الله ربنا يغير الحال لأحسن حال شكرا للموصول لكم محمد الطلبة أستاذ يحمد ملكم كل خير وتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم لكن عفو طبعا غلطتها ما بدي أحكي هسا كل منا ذهب عن درجة الرياح ترجمة نانسي قنقر